منا رمالله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ داج عوان عبد الحفيظ مساء الخير إذن الاعتقالات والاقتحامات الإسرائيلية مستمرة وأيضا الانتهاكات من قبل المستوطنين ما هي التفاصيل؟ نعم في هذه الأثناء تشن القوات العسكرية الإسرائيلية حملة أمنية واسعة على مخيم قلنديا شمال القدس هناك وفق مصادر طبية نحو 20 جريح بين الفلسطينيين أربعة منهم على الأقل إصابتهم خطرة وفق وزارة الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي يكون بتفتيش العديد من المتاجر الواقع على الشارع الرئيس ومصادرة بضائع من هناك وتفتيش بعض المنازل وخلال العملية العسكرية دارت أيضا اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين من داخل المخيم الذين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية إضافة إلى قيام الشبان الفلسطينيين برشك الحجارة على القوات الإسرائيلية والمواجهات ما زالت متواصلة هناك جنوب مدينة رمالله شمال الكدس شمال الضفة الغربية في قلقيليا اغتالت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين هم على نزال وأنس قراقع وهم من أبرز المطاردين الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة لدى القوات الإسرائيلية التي داهمت المدينة مستخدمة سيارات مدنية ولوحات ترخيص فلسطينية حاصرت الشابين في أحد الأحياء في المدينة قلقيليا واندلعت اشتباكات مسلحة قامت بقتل هذين الشابين وأيضا أصابت عدد آخر من الفلسطينيين بجروح وقامت أيضا باختطاف جثماني الشابين وهو أمر لافت لأنه مؤخرا صارت القوات الإسرائيلية كل ما نفذت عملية اغتيال حدث ذلك في جنين قبل يومين تقريبا باختطاف جثمين من تقتلهم من الفلسطينيين هذا على صعيد الكوات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي هذا يضاف إلى ذلك ما يقوم به المستوطنون بشكل متواصل ومستمر في الضفة الغربية أيضا الكثير من الحديث عن هذه الانتكات المقبل المستوطنين المستمرة أي أيضا تفاصيل إضافية يمكن أن تطلعنا عليه عبد الحفيظ نعم وزارة هيئة شؤون الجدار والاستطان تقول أنه في نوفمبر فقط شهر الماضي نفذ المستوطنون نحو 240 اعتداء في الضفة الغربية تنوعت هذه الاعتداءات من بين مصادرة أراضي مصادرة أغنام مصادرة أبكار هجمات على بيوت الفلسطينيين هجمات على مركبات الفلسطينيين اليوم فقط يعني هناك اعتداء على بعض المزارع الفلسطينية في منطقة الأغوار وتقطيع الأشجار هناك محاولة للسيطرة على بعض الأراضي من خلال الأمر الواقع يقوم المستوطنون بحراثة أراضي تابعة للفلسطينيين وزراعتها ومن ثم يقوم المستوطنون باستدعاء الجيش والقول أن هذه الأرض لنا وبالتالي هناك محصول مزروع وما إلى ذلك طبعا وأبرز ما يكون به المستوطنون هو عمليات القتل المباشرة كما حدث أول من أمس عندما قام المستوطنون بقتل شاب فلسطيني في بلدة قراوة بني حسان وقاموا بإحراق بيت وإحراق أيضا علد من المركبات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر نحو تسع فلسطينيين قتلوا برصاص المستوطنين الآن الزملاء يخبروني أن هناك أيضا الجيش الإسرائيلي قتل شابا أو توفي شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات المندلعة في مخيم قلندية في هذه الأثناء بذلك ارتفع عدد الفلسطينيون الذين قتلتهم الكوات الإسرائيلية منذ الليلة أمس إلى اليوم إلى ثلاثة إثنائي في قلقيليا وشاب الآن فقط أعلن عن وفاته بالرصاص الإسرائيلي في مخيم قلندية شمال القدس نبقى معك في كل هذه التطورات شكرا جزيلا لك كنت معنا من رمالله مراسل الحادث عبد الحفيظ داجعوان ترجمة نانسي قنقر